في عنويني نشط الليلة لا تأليف والعقد راوح مكانك مع الوزير سجل لي اسمي بشي مهنية زي ما بشي الحال الحكومي روح نشطل بالشاس موسم السياحة معلق على المجهول الوزيطة بتأولا كما قلنا بتشكيل الحكومة ما يعطي استقرار سياسي والأمر الآخر والأهم هو موضوع الهاجس الأمني العملة الإيرانية تهتز ولا تقع المطلوب من إيران تخفيف أو مراجعة دورها في المنطقة الموضوع المالي الاقتصادي يستخدم في إطار الضغط على السياسة الإيرانية فوز أردوغان ما له وما عليه ممكن تركيا تكون دخلت بمرحلة يلي هي المرحلة الأردوغانية صراع العدل على منصب الشرف روح باب بهب ترمم خطة تماس الهدف منه أن نجمع شباب من المنطقتين بأنه يعملوا عمل اجتماعي مع بعض يخذه من المنطقة وفي فن الخبر محمد اسكندار مبروك تركتي في ترانز حرب السطرات في أمريكا هذه العنوين وأكثر تتبعونها في النشاء بعد قد مساء الخير صفر العداد وإلى المربع الأول تراجعت مساعي التأليف الرئيس المكلف سعد الحريري استعانى بوزير التربية مروان حمادي ليحجز له مقعدا في إحدى المهنيات في حال ممشي الحال بالحكومة رئيس مجلس النواب نبيه بري الطنش وحزم حقائب السفر ليركب طائرة راحة البال إلى عطلته الصيفية بين جبران باسيل والحريري سكة الكلام مقطوعة ما لم يحمل رئيس التيار جوابا نهائيا من رئيس الجمهورية حتى اللقاء الثنائي بين عون والحريري صار لزوم ما لا يلزم فأرجأ زيارته التي كانت مقررة بالأمس لبعبدة إلى أجل غير مسمى فانخفض مستوى التشاور إلى مرتبة قيادات الصف الثاني وصار الحكيب الوسطى عبر الثلاثي إبراهيم كنعان، ألاعون، أغطى صخوري وبحسب أوساط بيت الوسط فإن الحريري ما عاد يستعجل التأليف بعدما تراكمت عليه مطالب التيار الوطني ظهرت عوارض التريث على الحريري لكن الحمى أصابت غير طرف فوصف مصدر مسؤول في القوات اللبنانية جبران باسيل بأنه يسعى للتعمية لتغذية حصة التيار الوزارية على حساب القوات وقضم حقوقها مصدر آخر في القوات أشار إلى أن التشكيلة الحكومية التي قدمها الحريري لعون كانت تتضمن إسناد حقيبة الدفاع إلى القوات بموافقة سائر الأطراف إلا أن الطرح رفد كما حدد ثلاثة وزراء لعون من ضمنهم مسيحي محسوب على الوزير أرسلان وسني من خارج تيار المستقبل مع الإبقاء على المقاعد الدرزية الثلاثة من حصة جملات القوات والاشتراكي استغلال وقت الضائع فنشطت بينهما الاتصالات والمشاورات أما دوائر عين التيني فأكدت أنها قدمت كل التسهيلات الممكنة وأن الأمور لا تزال عالقة بين الرئاستين الأولى والثالثة وأضافت اللاعراقيل خارجية وخصوصا الأقليمية في ملف التأليف الملهات الحكومية على المسرح اللبناني لم تعر أذنا للتراجيديا الاقتصادية التي ضربت إيران حيث اهتزت عملة الجمهورية لكن الجمهورية لم تقع في حرب الإرادات حيث في كل مرة تتعرض جبهة الإيرانية الداخلية لهزة مالية أو سياسية بهدف تأليب الشعب على النظام يستحضر قرب سقوط النظام وهو استحضار يبدو رغبة أكثر من كونه حقيقة مبنية على الوقائع أما الواقع الذي أعاد إنتاج نفسه فكان في المسلسل التركي الطويل حيث أضاف رجب طيب إردوغان خمسة أعوام جديدة إلى خمسة عشر عاما مضت على رأس السلطة بعدما أمسك حزب العدالة والتنمية بيد الحركة القومية وإذ نال شهادة إكمال في امتحان البرلمان فإنه كسب حرب الرئاسة والصلاحيات الحريري يستمهل التأليف ويعلق الاتصالات بينه وبين الوزير جبران باسيل أما العقد فتراوح مكانها وتطيح معها اتفاق معراب أطفاء الرئيس المكلف سعد الحريري محركات التأليف وأبلغ المعنيين بحسب أوساط بيت الوسط أنه لم يعد يستعجل التأليف نتيجة مطالب التيار الوطني الحر المتزايدة التي رست على أحد عشر وزيرا بين ثمانية له وثلاثة للرئيس عون فقطع التواصل المباشر بين الحريري والوزير جبران باسيل ليدخل النائبان إبراهيم كنعان وألاعون على خط التواصل غير المباشر مع الوزير غطا صخوري خلاف الحريري باسيل جاء بعد اتصال من باسيل أجراه بالرئيس المكلف طالبا موعدا ليلة السبت إلا أن الحريري سأله إذا ما كان في حوزته جواب من قصر بعبدة على طرحه فرد باسيل أن لا جواب إنما يريد التشاورة في حصتي القوات والاشتراكي ما دفع الرئيس المكلف إلى القول فإذا ما في الزوم نجتمع كما أرجأ موعد زيارته إلى بعبدة الذي كان مقررا الأحد عقد التأليف أججت نيران السجالات على غير جبهة حيث وضع مصدر مسؤول في قوات تعاطي الوزير جبران باسيل مع شريكه في اتفاقية مع راب في خانة التعمية لأجل التغذية مؤكدا أن الكلام عن أن القوات ساهمت في عرقلة العهد ما هو إلا تسويق من الوزير باسيل وكلام استهلاكي يراد منه التعمية لتغذية حصة التيار الوزارية على حساب القوات والقدم من حقوقها وعليه فإن الاتصالات مقطوعة كليا بين التيار الوطني الحر والقوات وانقطاع التواصل بحسب المصدر نفسه هو بطلب من باسيل هروبا من التزام اتفاق مع راب في المقابل تنشط الاتصالات والمشاورات بين القوات والمستقبل والاشتراكي في انتظار رد رئيس الجمهورية ميشيل عون على طرح الرئيس المكلف سعد الحريري الذي قسم الحصص بين الستة وزراء للتيار وثلاثة للرئيس عون وأربعة للقوات من ضمنها نيابة رئاسة الحكومة وأعطى الاشتراكي المقاعد الدرزية الثلاثة في حين يتمسك الرئيس عون بثلاثة مقاعد للقوات ومقعدين للاشتراكي لضمان مقعد درزي لحليفه النائب طلال أرسلان مصادر عين التيني أشارت إلى أنها قدمت كل ما من شأنه أن يسهل عملية التأليف وأن الأمور لا تزال عالقة بين الرئيسين عون والحريري وأن لعرقيل دولية وبخاصة من الدول الإقليمية المعنية بالملف اللبناني ومع هذه الأجواء يبدو أن الرئيس نبيه برر سيغادر لبنان في إجازة صيفية في مؤشر إلى أن الحكومة لن تبصر النور قريبا الأجواء هذه تقاطعت وأجواء الاشتراكي إذ أشارت مصادره إلى الجديد إلى أن مساء الأحد تبددت الأجواء الإيجابية مع رفض التيار الوطني كل الصيغ التي قدمت له وقالت هذه المصادر أن الأمور عادت إلى الوراء وأن لا بوادر إيجابية وأكدت المصادر أن موضوع الحصة الدرزية خارج النقاش انطلاقا من معيار طائفي لاسياسي وسألت المصادر عبر الجديد هل يجمع الرئيس عون وزرائه في تكتل لبنان القوي وهل يشعر باسيل بأن هذه الحكومة قد تكون آخر حكومات العهد لذلك يعمد إلى تهيئة نفسه لخوض المعركة الرئاسية من خلال تحجيم القوات خلافا لاتفاق معراب وعبر اختراق الحصار الدرزي الذي حققه جنبلات نيابيا شارك رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في حفل إطلاق الإطار الستراتيجي الوطني للتعليم والتدريب المهني والتقني في لبنان بالسرايا الحكومية ورأى أن هذه الخطوة تأتي بشكل أساسي للدمج بين التعليم ومتطلبات سوق العمل مع الوزير سجل لي اسمي بشي مهنية إذا ما مش الحال الحكومي نروح نشتغل بلشي مش مقبول بعد اليوم أنه ننظر نظرة سلبية من التعليم والتدريب المهني والتقني وأنه كل ما تنميز فشر بدراسته أو حسينا عليه مش مقلع بالمدرسة من حوله على التعليم المهني والتقني ولازم ما ننسى كمان أنه المرحلة اللي جايه هي مرحلة تنفيذ برنامج الاستثمار بالبنى التحتية اللي فيه أكتر من 280 مشروع موزع على كل القطاعات وبتخلق فرص عمل بالألاف مشان هيك لازم يكون عندنا الكادر البشري المتخصص والمهيئ لإدارة وتنفيذ هالمشاريع وهالشي وانا مش هقبل أنه غيرنا يننفذه نحنا يجب على اللبنانيين أنه نحنا نتدرب ونتعلم حتى اللبناني هو ينفذ هاي المشاريع موسم السياحة بانتظار استتباب الأمور الحكومية ليست هذه صورا لسائح في لبنان إنما هو القائم بالأعمال السعودي وليد بخاري الذي لم يفوت فرصة للاستمتاع ببلد الأرز شمالا وجنوبا وبقاعا برا وبحرا وجوا حضر القائم بالأعمال فيما سياح بلاده غائبون عن لبنان منذ سبع سنوات نظهر جمال بيروت اللي يستحق أنه يظهر للعالم العربي من بيروت إلى الجبل شق البخاري طريقه يوم الأحد ظاهر الجولة رسالة ضد آفة المخدرات لكن في طياتها تحمل بعدا سياحيا يظهر طبيعة لبنان وأجواء الأمن المستتب ما في شك إنه هالجهد هيدا يؤدي إلى نمو في قدوم عدب من الخليجي هلأ هالنمو هو على قد طموحنا هو على قد مقوماتنا هو على قد قدراتنا لا نحن دايما منشبه بسنة الـ 2009 والـ 2010 بوقت اللي كانت السياحة الخليجية سيحة 365 يوم الصياف عمدة شهر وشهرين وثلاثة كانوا مقيمين في لبنان فاليوم لا الأعداد بعدها عم تجيه ولا مدة الإقامة بعدها بتناسب إنما الجهود اللي عم بتصير إن كان من قبل السفرة أو من قبل القطاع العام والوزارات واتصال مع فخامة الرئيس والوعود اللي قطعت بعضهم حسب وجهة نظر ناطرين يصير في تأليف للحكومة ويطلع البيان الوزارة حتى يقتخذ القرار الكبير بالسماح فعليا للمجيء إلى لبنان لعل وصول الطائرة الإماراتية الكبرى في العالم إلى مطار بيروت كان أولى المؤشرات الإيجابية لتكرى السبحة ما يوحي بأن عودة السياح الخليجيين ما عادت بعيدة إلا أن ذلك ما زال ينتظر قرارا رسميا يرفع التحذير من زيارة لبنان هناك دراسة جدية لرفع هذا التحذير ورطة أولا كما قلنا بتشكيل الحكومة ما يعطي استقرار سياسي والأمر الآخر والأهم هو موضوع الهاجس الأمني فالسعودية تدرس موضوع التطور الأمني في لبنان لتحمي رعاياها في لبنان في حال أتوا إلى هنا ولكن اليوم السؤال كيف يمكن أن يأتي السعودي أو الخليجي إلى لبنان في ظل حدود مفتوحة بين بلدين بين لبنان وسوريا التي تشهد معارك وحروب وهناك إرهاب وغيره وبمشاركة أحد الأطراف اللبنانيين بالمعارك هناك كيف يمكن للسعودي أن يأتي ويطمئن في لبنان وهناك محاولة لدخول الإيرانيين من دون أختام الجوازات ما يشكل هاجس لدى السعوديين إذن هناك هاجس أمني على لبنان أن يبدده لطالما كانت السياحة العربية العمودة الفقري للقطاع السياحي في لبنان فهل تتبدد كل الهواجس مع ولادة الحكومة وتعبد الطريقة أمام عودة السياح أم سنشهد صيفا مماثلا لما شهدناه منذ عام 2011 رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يؤكد مسار الخطط الأمنية في منطقة بعلبك ويرعى مهرجانات الأرز الدولية في بشاري استقبل الرئيس ميشيل عون النائبة ستريدا جعجع التي شكرت له رعايته مهرجانات الأرز الدولية وأوضحت جعجع أنها دعت الرئيس عون إلى حضور الحفل الذي تقيمه الفنانة ماجد الرومي وذلك بهدف إعلاء اسم لبنان ببعده العالمي من خلال المواقع الأثارية الخمسة المدرجة في قائمة التراث العالمي وهي وادي قديشة وأرز الرب جبايل صور وعنجر وبعلبك بعلبك كانت حاضرة كذلك في بعبدة مع نواب المحافظة وفي اللقاء أبلغ عون الوفد أن الإجراءات الأمنية التي تتخذ في المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار سيواكبها عمل إنمائي متكامل يتناغم وحاجات المنطقة مشددا على ضرورة تعاون الأهالي مع الجيش والقوى الأمنية لوضع حد للفلتان الأمني ولفت عون إلى أن المجلس الأعلى للدفاع كان قد اتخذ قرارات في جلسته الأخيرة يعمل الجيش والقوى المسلحة لتنفيذها تباعا النواب شددوا من ناحيتهم على ضرورة تحقيق أمن مستدام لأن تكون أي خطة أمنية ظرفية بالتزامن مع السعي لتحقيق المصالحات وتهدائة الخواطر وتسليم المطلوبين وطلب الوفد بإلاء الشأن الإنمائي أهمية كبيرة أما الأوضاع الصناعية فقد بحثها الرئيس عون مع مجلس الإدارة الجديد لجمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة الدكتور فادي جميل الذي أثنى على قرار منع استيراد بعض المنتجات التركية آملا استكمالها بقرارات أخرى تحمي الصناعات المحلية الرئيس عون رد على الوفد بالإشارة إلى أن للمعركة الصناعية أبعاد ثلاثة هي مواجهة مشكلات الاقتصاد والنازحون والفساد عون استقبل كذلك وفدا من الصليب الأحمر اللبناني في خلال رعايته حفل تقديم عشر سيارات إسعاف من أبسط حقوقهم علينا الاعتراف بشهادتهم وتضحياتهم من هنا كان اقتراح القانون الرامي إلى اعتبار من يسقط منهم خلال تأدية الواجب الإنساني شهيداً والذي سبق وأحيل إلى اللجان الاشتركة وقد وعدت بأنني سأتابعه مع المجلس النيابي الجديد وأنا على الوعد نشكر فخامة الرئيس العماد ميشيل عون على رعايته الأبوي إلنا وعلى دعمه وتجريعه لهالمرفأ الحيوي بالبلاد اللي هو على تميس مباشر مع المواطن جل هدفه التخفيف من المعاناة وألقيت في المناسبة كلمات لكل من رئيس الصليب الأحمر أنطوان الزغبي ورئيس مجلس إدارة بونك بيروت سليم صفير مبادرة روح باب دهب ترمم خط التماس بين التبانة وجبال محسن في شارع السورية في مركز قهوتنا الثقافية التابعة لجمعية مارش اجتمع أهالي باب التبانة وجبال محسن للاحتفال بإعادة ترميم محالهم المتضررة بسبب المعارك الدامية التي أشعلت المنطقتين لسنوات تخطى الشباب نقاط التماس السياسية وخوفهم من الآخر ليصنعوا محيطا جديدا يعبروا عن رغبتهم في التغيير والعيش بسلام قالوا لنا أنه في جمعية بدا تجي بدا تجبع من شباب جبال محسن وكثيرا عم كانوا يعطونا فرصة أننا نتجدد ونجمل أكثر كانوا محل خروبي يعني قد يأخذيني مع الكلمة ركبونا واجهة وركبونا تجانتين ودهب المحل عملونا شي حلو كتير صار محل كتير حلو انبسطنا فيه منجي ملعب كلاتنا سوا هذا المشروع هو ثالث جزء من مشروع باب الدهب يلي الهدف منه الأساسي أنه يترمموا الشوارع بقلب أو المحلات تجارية بقلب شارع سوريا وشارع المهاجرين وحارة الجديدة بجبال محسن وأكتر من هيك الهدف منه أن نجمع شباب من المنطقتين بأنه يعملوا عمل اجتماعي مع بعض يخذهوا من المنطقة وأرجعهم أنه اللي بيجمعون أكتر من اللي بفررون أنه هنا عايشين وضع اجتماعي واحد وضع اقتصادي واحد لما نطلق المشروع بلشنا بحارة الجديدة وبيشارع سوريا مع بعض لما كان عم نوقف كان عم نوقف سوا لما عم نرجع ننطلق مع بعض والهدف كان هون أنه نعمل 50 محل قدرنا نعمل 64 محل 65 محل فعليا استطاع الشباب محو آثار خطوط التماس الوهمية وإعادة تأهيل المحال التجارية حيث يجلس الأهالي الذين استبدلوا معاركهم بلعبة ورق أملين أن يتخطوا خطوط التماس في داخلهم التي تخلق لديهم خوفا دائما بوصفهم كيف تبدأ ولا كيف تنتهي أردوغان فاز رئاسيا وتراجع برلمانيا حقق رجب طيب أردوغان ما وعد به مناصريه فعاد رئيسا لتركيا خمس سنوات أخر بعد تربعه على عرش السلطة منذ 15 سنة فعلى عكس كل الاستطلاعات حسم أردوغان لانتخابات من الجولة الأولى بحصوله على 52.5% من أصوات المنتخبين فيما حصد مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إنجي 31% وأمام هذه النتيجة باتت تركيا على عتبة تغيير في بنية النظام هذا النظام الرئاسي يلي بيعطيه سلطات واسعة ممكن تركيا تكون دخلت بمرحلة يلي هي المرحلة الأردوغانية يلي عليها الطابع يعني حزب العدالي والتنمية وبالتالي بدها تفقد كتير من لونة الكمالي نسبة للمؤسس مصطفى كمال أتاتير أردوغان مصر أن يحط طبعته على الجمهورية يعني خلينا نشوف كيف بدوا يعمل بهذه السلطات كيف بدوا يتصرف يعني بيعمل انفتاح على المعارضة بيحل المشكلة الكردية بيغير أسلوب حل المشكلة الكردية من الحل العسكري للحل السياسي في مقابل نجاحه في الانتخابات الرئاسية أخفق إردوغان في كسب الأصوات نفسها في البرلمان فجاءت النتيجة على النحو 53% أي ما يوازي 340 مقعدا من أصل 600 حصدها الحلف الجمهوري المؤلف من العدالة والتنمية والحركة القومية مجتمعين فيما حقق حلف الشعب الذي يضم الشعب الجمهوري والحزب الجيد المنشق عن الحركة القومية 34% من الأصوات أما حزب الشعوب الديمقراطي الكردي فاجتاز العتبة الانتخابية بحصوله على 11% من نسبة الأصوات ودخل البرلمان ب66 مقعدا نتقلنا من برلمان مهيمن عليه حزب العدالة والتنمية إلى برلمان الحزب العدالة والتنمية لا يوجد أكثرية مطلقة لديه حليف اسمه حزب الحركة القومية وهذا حزب الحركة القومية مع العدالة والتنمية يعمل أكثرية مطلقة إنما فيه طرف ثالث كثير مهم يلي هو الطرف الكردي يلي هو حزب الشعوب الديمقراطية يلي زعيمه داميرتاش ويلي تعرض خلال الأشهر الماضي لحملة هائلة تم سجنه بالآخر هذه الكتلة جابت فوق العشرة بالمية وبالتالي تدخل البرلمان تكرس المسألة الكردية حضورة بالسياسة التركية وأمام هذه النتائج يرى مراقبون أن المنتخب التركي وإن جدد الثقة بأردوغان فإنه وجه له انذارا بتقليص حجم حزب العدالة والتنمية خصوصا أن الجو العام كان يشير إلى أن هذه الانتخابات تسبق أزمة اقتصادية متوقعة فضلا عن أن تراجع العدالة والتنمية يعد نصفا أصاب الحزب لمصلحة حزب الجيد دارين دعبوس قناة الجديد انهيار العملة الإيرانية مقدم بداية معركة عض أصابع جديدة الريال الإيراني يصل إلى أدنى مستوى له في تاريخ العملة الإيرانية بعد أشهر من الانخفاض عقب إعلان انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاقية النووية وصل سعر صرف دولار أمريكي واحد إلى 85 ألف ريال إيراني الجبهة المالية الإيرانية لا يمكن فصلها عن الجبهة السياسية والعسكرية جبهة تخوض فيها إيران معاركة على محاور عدة فالاختراق الإيراني في فلسطين وسوريا واليمن عدا ليدفع العدو التاريخي إلى العبث بالجبهة الداخلية بعد الفشل في الجبهة الخارجية واضح أن هناك جهات الآن تريد الضغط على إيران بعنوان الموضوع المالي والاقتصادي من أجل تأثير على دورها في المنطقة وهناك استعداد دائم لجهات داخلية وخارجية لاستغلال أي تغير بالوضع المالي والاقتصادي من أجل تحريك الناس في الشارع هناك الآن موضوعين أساسيين في المنطقة أو ثلاث موضوع أساسي موضوع الفلسطيني والدور الإيراني والموضوع الفلسطيني واليوم في هذه المرحلة حديث كبير جدا على موضوع صفقة العصر موضوع الثاني ما يجري في سوريا من ترتبات معينة موضوع الثالث موضوع اليمن هذه الأوراق سلاسة وطبع أضيف إلى مؤخرة موضوع العراق المطلوب من إيران تخفيف أو مراجعة دورها في المنطقة الموضوع المالي والاقتصادي يستخدم في إطار الضغط على السياسة الإيرانية في كل مرة تتعرض فيها الجبهة الإيرانية الداخلية لهزة مالية أو سياسية يستحضر قرب سقوط النظام فورا استحضار يبدو رغبة أكثر من كونه حقيقة مبنية على الوقائع تقديري أن هذا ما يجري ما جرى أمس وما جرى في الأيام الماضية سيدفع أكثر القيادة الإيرانية والحكومة لاتخاذ إجراءات سريعة حسب معلومات اليوم من إيران أنه بدأ هناك تخضير لسلسلة إجراءات من أجل استيعاب ما جرى على أمل أنه يتم محاصرة ما يجري استبعد أن يؤدي ذلك إلى أنهيار كما يأمل البعض أو يتوقع لكن اهتزاز الجبهة المالية الإيرانية وتبيعاتها لا يمكن إلا أن يستدعي معه أسئلة عابرة للحدود أولها لا أخيرها تأثر حزب الله فهل يؤدي هبوط العملة إلى هبوط في الدعم؟ حزب الله الوضع المالي لحزب الله هو وضع من سوابت يعني ليس هناك شيء جديد الآن أنا تقدير الموضوع أكثر هو موضوع ضغط نفسي وإعلامي يؤثر على السوق صحيح أن الحكومة الإيرانية سعت في الأشهر الماضية من أجل ضبط المصاريف خاصة صرف وإعادة ترتيب الوضع للإيران لكن ليست مرتبطة بالدور المباشر لإيران في المنطقة إنما مرتبطة أنا برأيي بشيء أكثر هو حرب نفسية بسبب أن الإيرانيين العاديين التجار يريدون الدولارات الدولة ليس عندها مشكلة أن هناك إحتياط إيراني كبير لكن السوق العادي يحتاجون إلى الدولارات من أجل التجارة أو شيء هي معركة عض أصابع عمرها أكثر من أربعة عقود من الحصار والعقوبات صمضت فيها إيران وتوسع نفوذها على الرغم منها اليوم تثبت الإدارة الأمريكية الجديدة مرة أخرى أن الرغبات أقوى من المصالح في تحديد السياسة الخارجية أدم شمس الدين قناة الجديد بعد الإعلان محمد صلاح الروسي المخيمات بلا بوابات ونازحون يطالبون بالهجرة أهلا بكم من جديد وإلى فقرة مونديال مع الزميل علي حجازي مساء الخير مساء الخير سمر مساء الخير للألمانيتين اليوم مع بعض شبهة عمين شبهة نتبه على حالك نتبه كتير منيح ما بتعرف إن وي ممكن تيجيك الضربة اليوم الضربات إجت للمنتخب المصري اللي تلقى ثلاثة اخسارات بها المونديال أسوأ مشاركة ممكنة ما كان حدا بتوقع هذا السيناريو وأول فوز عربي وأخيرا بعد تسع مباريات أول فوز عربي العرب ما فيهم إلا على بعضهم بس كان أنه ملعب عرب ضد بعض بس أنك متعابلوا الفوز الأول كان للمنتخب السعودي مساء الخير سريعا إلى النتائج اللي صارت اليوم مجموعة الأولى انتهت كليا أرجويت غلبت على روسيا منتيجة كبيرة للأرجويت 3-0 والسعودية حققت أول فوز للعرب وغادر طبعا فرقين غادروا المونديال 2-1 فوز السعودية على مصر لنشوف ترتيب المجموعة كيف صار أرجويت 9 نقطة العلامة الكاملة 3 من 3 روسيا 6 نقطة أهلت بدورة 3 نقطة ومصر مشاركة مخيبة لكن الشيء الوحيد المضيئ كان بالنسبة للمصر هو الريكور يلي سجلوا عصام الحضري صار أكبر لاعب بتاريخ المونديال 45 سنة وأيضا تصدى لركلة جزاء وبالتالي كمان حمل ريكورتين أنه أكبر حارس بيسجل هيدا الرقم بتصدى لركلة جزاء لكن المشاركة المصرية كانت مخيبة هيدا بالنسبة للمجموعة الأولى فشو هي الأوضاع بالنسبة للمجموعة الثانية قبل انطلاق آخر مباريات هال المجموعة بتتساوى إسبانيا مع البورتيجال برصيد أربع نقاط وبفرق الأهداف طبعا نفسه أربعة مقابل ثلاثة إيران بمركز التالي برصيد ثلاث نقاط سجلت هدف وطلقت هدف أما المغرب فبالمركز الأخير من دون أي نقطة طبعا هيدا الوضع بيجعل الاحتمالات المجموعة على الشكل التالي فوز المغرب على إسبانيا الشرف في مقلو أي قيمة وفوز إسبانيا على المغرب أو تعادلون بأهل إسبانيا مباشرة بحين فوز البورتيجال على إيران أو تعادلون بأهل بورتيجال مباشرة أما فوز إيران على البورتيجال فهو بطبيعة الحال بأهل إيران تعادوا الإيران مع البورتيجال واخسارة إسبانيا أمام المغرب تمكننا متابعة بفرق هدفين بأهل البورتيجال وإيران هيدا هي كل الاحتمالات لمواجهة الليلة إذن مواجهة مصرية لإيران أمام البورتيجال الليلة الماضية الجمهور الإيراني تجمع أمام الفندق المخيم في المنتخب البرتجالي بهدف إزعاج اللاعبين ومنعهم من النوم والطاقة الكاميرات كريستيان رونالدو بغرفته عم يطلب من الجمهور الهدوء حتى يقدر ينام المترجم للقناة ترقب كبير لمعرفة مستقبل محمد صلاح مع المنتخب المصري خاصة بعد ما أعلنت شبكة سيانان الأمريكية أنه صلاح مفكر جديا بالاعتزال دوليا بعد المونديال وبحسب سيانان فإنه القرار سببه استغلال صورة محمد صلاح سياسيا بعد ما استقبلوا الرئيس الشيشاني رمضان قديروف بالإضافة للمنتخب المصري ومنح صلاح الجنسية الشرفية الشيشانية إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر نفع رغبة صلاح بالاعتزال وقال أن منتخب مصر ما بيتحدث عن الأمور بشكل ديني أو سياسي وكان صلاح اتعرض بالساعات الماضية لهجوم آسن الإعلام الإنجليزي بعد انتشار صور نجم ليفربول مع الرئيس الشيشاني خاصة بظل المشاكل السياسية بين إنجلترا وروسيا والشيشان وتحدث البعض عن بداية أزمة للنجم المصري بالدور الإنجليزي أخيراً فيديو انتشر يوم أمس لمؤدم ومعلق بباناما بتأثر كبير لحظة عزف النشيد الوطني لبلادهم يوم أمس قبل انطلاق المباراة مع إنجلترا ومع الفيديو الحلو كتير بنخطب أخبار المونديال وعودة إلى سمر وكلارا شكراً لألك علي وبكرة طبعاً مع أخبار جديدة وجولة جديدة على أخبار المونديال الرواية الكاملة للصراع على منصب الشرف بين وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريساتي والنائب القواتي جورج عقايس كلمة لغز تراشق بها وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريساتي والنائب القواتي جورج عقايس منصب شرف مستندات عقدة السلطة القضائية وغيرها فما الرواية الجديد حاول التفكيك الشفرة فتوصلنا بمساعدة بعض المصادر إلى التالي قبل سفره للعمل في دبي أن أبو القادي السابق جورج عقيس تقدم بطلب صرفه من المهنة ثوافق مجلس القضاء الأعلى على طلبه وبعد رجوعه إلى لبنان تقدم عقيس بثلاثة طلبات عودة إلى المهنة آخرها عام 2015 عندما بات اللواء الشرفري في وزيرا مستقيلا للعدل فتحول الملف إلى جريصاتي الذي تسلم قرر مجلس القضاء الأعلى رفض إعادة عقيس إلى السلك القضائي وعليه تقدم عقيس بطعن أمام مجلس شورى الدولة وبحسب المصادر طلبت القوات اللبنانية من جريصات الاستحصال على المستندات التي تكشف هذه الرواية غير أن وزير العدل رفض باعتبار أن هذه المستندات ملك القضاء وعقيس وليست ملكه مع الإشارة إلى أن عقيس اتهم جريصاتي بإيداع هذه المستندات لخصمه السياسي أما رواية عقيس فتشير إلى أنه تقدم بطلب الاستقال من المهنة وعاد عنها عام 2010 في عهد القاضي سعيد ميرزا مضيفا إن من حق أي موظف من ضمنهم القضاء طلبوا العودة عن الاستقالة وعندما تخطت مهلة النظر في ملفه تقدم بتعن أمام مجلس الشورى وهذه هي المستندات التي جار الحديث حولها أما اللغز الثاني فهو منصب الشرف وبحسب مصادر قضائية فإن هذا المنصب يمنح وقل ما يطلب للقضاء المستحقين بعد انتهاء خدمتهم أما عقيس فاختصر جوابه بالقول إنه يوم استقال من المهنة كان في منصب رئيس المحكمة الابتدائية في بيروت وهو ما لا يخوله التقدم بطلب منصب شرف مطالبا الجيسات بكشف المستندات إذا كان يملكها فعلا وسأل عقيس كيف يحق لوزير عدل يفشي أمورا تتعلق بقاد خارج إطار الملاحقة متوجها إليه بالقول أخطأت بالعنوان أما اللغز الأخير فيتعلق بالنزاع الحكومي على وزارة العدل نفسها وهي حرب بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر القوات تجزم أن الوزارة باتت من حصتها فيما تشير مصادر الوطني الحر إلى أن الرئيس عون متمسك بجريصات لهذه الوزارة هو خلاف حقيقي تترجم رتحا في عالم افتراضي قد تصبح الحكومة جزءا منه إذا ما أخفق الحريري في تأليفها لا يسعد قناة الجديد الوزير السابق أموهاب يرى أن المهم عند تأليف الحكومة عدم الخضوع للإملاءات الخارجية التي تضر بمصلحة لبنان أشهد رئيس حزب التوحيد العربي أموهاب الإنجازات التي حققها الجيش السوري وكل محور المقاومة في سوريا خصوصا في منطقة الجنوب السوري آملا أن يغلب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري المصلحة اللبنانية على بعض الوشوشات أو الإملاءات الخارجية عند تأليف الحكومة المنتظرة كلام وهاب جاء عقب زيارته مع وفد من الحزب رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد نحن في لبنان أمام تشكيل حكومة طبعا ما يهمنا أن لا يخضع رئيس الحكومة خلال عملية التشكيل لبعض الإملاءات الخارجية لبعض الإملاءات الخارجية التي لا تفيد لبنان ولبعض الإملاءات الخارجية التي تريد أن تعيد الصراع في لبنان إلى مراحل سابقة وإلى بعض الإملاءات الخارجية التي تريد محاصرة العهد وجدد وهاب الوقوف إلى جانب العهد ضد أي محاولة لحصاره أو إحراجه نفذ أهالي الموقفين الإسلاميين في أحداث عبر اعتصاما أمام وزارة الأعلام تنديدا بما بثته إحدى القنوات التلفزيونية في أحد برامجها حول أسباب وقوع معركة عبر عام 2013 وأشار المعتصمون إلى أن المحطة تجاهلت كل الفيديوهات التي توثق كيف بدأت شرارة المعركة والطرف الثالث الذي شارك فيها والفضيحة الكبرى أنها استندت إلى شهادة موقوف يعاني اضطرابات عقلية وعصبية كما أن المحطة لم تستمع إلى الرأي الآخر وأي أحد من خارج السجن أو من أهالي الموقفين أو ممن أطلق سراحهم وشدد المعتصمون على أن هدف الإعلام هو تقص الحقائق والأدلة الدامغة وليس توجيه رسالة تخدم أجندات عنصرية طائفية تسهم في التفرقة والخلاف وشدد المعركة على التلفزيون القامت فيه طلعوا حلقة أنا كن بدي أولا الكلمة بالعامية ما عم بقدر لقيه لوصف بالعامية اسمها راكيكا كلها راكيكا لأنه ما إلا ولا معنى بالعامية طلعت حلقة كل مغلطات شو صار بعبرها طلعت الحلقة عم تهكي من قبل أحداث عبرها أنه أولادنا كانوا يروحوا على مسجد بلاد يقبضوا مصاري هذا الشي مش مظبوط عم تفتخر أنه قبل أحداث عبرها بكتير كيف منعوا الشباب اللبنانية أنه يزوروا منطقة كفار زبيان كلها مغلطات الجيش اللبناني يرفع البوابات الإلكترونية من على مداخل مخيمة عين الحلو والميومية بعد نحو ثلاثة أسابيع على نشر الجيش اللبناني بوابات إلكترونية عند مداخل مخيمة عين الحلو والميومية في صيدة وبعد عدة مناشدات من أبناء وقيادات المخيم ومساع قام بها كل من الرئيس نبيه بري والنائب بهية الحريري وسفير فلسطين أشرف دبور بالتواصل مع قائد الجيش اللبناني لإمار جوزيف عون عمد الجيش اللبناني إلى إزالة هذه البوابات تسهيلا لحياة قاطني المخيمات من جهتها أعلنت قيادة الجيش في بيان أنها أزالت البوابات الإلكترونية الموضوعة على مداخل المخيمة عين الحلو والميومية واستعادت عنها بتدابير أمنية تحقق الهدف المرجو منها وذلك شعورا منها بمعاناة الشعب الفلسطيني في لبنان وخاصة القاتلين في المخيمين وتماشيا مع الخطة الموضوعة لحفاظ على الأمن داخل المخيمات من قبل هذه القيادة وبعد سلسلة اتصالات ولقاءات أثمرت تعاونا إيجابيا مع الحريصين على أمن سكان المخيمات وذكرت قيادة الجيش في بيانها أن التدابير المتخذة ليست ضد الشعب الفلسطيني بل لمواجهة خطر مجموعة من الإرهابيين يشكلون عبءا على أهالي المخيمات خاصة وعلى اللبنانيين عاما زار رئيس حركة الاستقلال النائب ميشيل معوض المدير العام للأمن العام لواء عباس إبراهيم وبحث معه ملف النازحين السوريين وانعكاساته على الأوضاع العامة في لبنان وذلك في إطار جولة بدأها معوض على المرجعيات السياسية والروحية والأجهزة المعنية بعد اعتداء النازح السوري علي ابن السنتين في إهدن اعتصام للاجئين السوريين أمام مبنى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجناح للمطالبة بحقهم في اللجوء إلى دولة أجنبية نفذ عدد من النازحين السوريين اعتصاما أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ال-UNHCR في الجناح اعترضا على عدم تعاون موظفي المفوضية معهم وعدم تأمين حقوقهم مناشدين وزير الدولة لشؤون النازحين التدخل لحل أزمتهم مع المفوضية عم تأخذ تمويل عالفاضي عندي أربع أطفال وهلأ قايمين من ملفه وبدأي دخول مشفى ولادي بلا مدارس لما إذا بدي يسجل ابني بالمدرسة بروح ببوس الصرامي وابني إله حق لازم يتعلم ببوس الصرامي كمان مشان يسجل ابني نحن المشكلة اللي فينا مع بالله حدا يسمعنا أنا بعد 32 شهر أنطر يجيني عادة توطين بالدولة للدولة الأسترالية أتفاجأ أنه يجيني رفض بعد 32 شهر شو بدي تكون ردة فعلي نحن أربعين عائل اللي أنا بعرفون ان رفضوا هدولة ابني مشكلته أنه كان عم يدرس هون عندكم بريفي بصف التاسع بمدارس المدينة الرياضية وتعرضوا له شباب من بره زعران وكتير هاجموا عدة مرات جينا على الأمم اشتكينا قال ما بحق له للسور يشتكي طب نحن لم يمنا نشتكي وأكد المتصمون أنهم مستمرون في اعتصامهم المفتوح أمام مبنى المفوضية حتى تحقيق مطالبهم وضمان حقهم في اللجوء إلى دولة أجنبية بعد الفاصل مصافحة تطبيعية اللاجئون والأمير أهلا بكم من جديد افتتح ولي العهد البحراني سلمان بن حمد الخليفة أمس أعمال الدورة الثانية والأربعين لاجتماع لجنة التراث العالمي التي تنظمها اليونسكو بمشاركة أكثر من ألفي خبير بمجال التراث الثقافي والطبيعي بينهم ممثلون عن إسرائيل وأشار أهل خليفة إلى جهود اللجدة في توثيق ثقافة المجتمعات وتعزيز التواصل الإنساني دعيا إلى مزيدا من التنسيق والتعاون فيما يحقق أهداف اللجدة وقد خص ولي العهد الوفد الإسرائيلي بالمصافحة بعد انتهاء حفل الافتتاح الذي أقيم في متحف البحرين الوطني شرقية المنامة وأكد مستشار التراث العالمي في هيئة البحرين للثقافة والأثار منير بوشناقي في تصريحات سابقة أن لأي دولة في الأمم المتحدة حق المشاركة في هذه الاجتماعات في زيارة تاريخية للمنطقة تشمل الأردن وتل أبيب والأراضي الفلسطينية التقى الأمير ويليام مجموعة من اللاجئين السوريين خلال زيارة لمدينة جرش الأردنية وأجرى بمرافقة ولي العهد الأردنية الأمير الحسين بن عبد الله جولة في المدينة الأثرية الرومانية والتقى بعد ذلك مجموعة من الأطفال الأردنيين وأطفال اللاجئين السوريين الذين تحقوا بأحد مراكز مشروع مكاني وهو برنامج تدعمه اليونيساف ويقدم خدمات تعليمية ودعما نفسيا واجتماعيا وفي كلمات له في احتفال بعيد ميلاد الملكة إليزابت في مقر السفير البريطاني في عمان أشهد الأمير ويليام بالمرونة التي أظهرها الأردن في مواجهات تحديات إنسانية وأمنية عدة نتيجة الصراعات في المنطقة وبفتح أبوابه لمئات ألوف اللاجئين من سوريا فضلا عن التزاماته القديمة تجاه اللاجئين الفلسطينيين مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر يعود إلى واشنطن خائبا عاد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر ومبعوثه للسلام في الشرق الأوسط جيسون جريمبلت إلى واشنطن خلياي الوفاض بعدما أجريا في الأسبوع الماضي سلسلة زيارات للأردن ومصر والسعودية وقطر والأراضي المحتلة كجزء من التجهيزات والاستعدادات لعرض الخطة الأمريكية لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والمسمات صفقة القارن وعلى الرغم من تعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لضغوط عربية وأمريكية وإغراءات مالية ضخمة للقبول بالخطة الأمريكية الإسرائيلية فإنه لا يزال متمسكا بالرفض وبحسب عضو القيادة الفلسطينية سائب عريقات فإن هذه الصفقة تهدف إلى إسقاط القيادة الفلسطينية واستبدال محمود عباس وتخشى السلطة الفلسطينية خصوصا من مؤامرة هدفها الفصل بين قطاع غزة والضفقة الغربية كذلك فإن مصر القلق على نحو خاص من التطورات في القطاع لا توافق كليا على المبادرة الأمريكية وكان الناطق باسم الرئاسة المصرية بسامراضي قد أكد أن بلاده لا تؤيد الفكرة السعودية التي تقول إن عاصمة فلسطين ستكون أبوديس وقال إن مصر تؤيد كل الجهود والمبادرات التي تسعى للتوصل إلى اتفاق شامل بحسب القرارات الدولية وبحسب مبدأ دولتين لشعبين في حدود عام سبعة وستين بحيث تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين الملك الأردني عبد الله الذي التقى أيضا المبعوثين الأمريكيين قلق في الأساس من نية السعودية أن تسحب منه الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس ومن سيطرة إسرائيل على غور الأردن كجزء من اتفاقيات السلام وبحسب تقارير مصادر عربية يبدو أن هذه المسألة مكان خلاف بين الملك السعودي سلمان ونجله ولي العهد محمد بن سلمان ففيما يؤيد الأمير محمد بحماسة الخطة الأمريكية وفاصل القطاع عن الضفة فإن ويده يخشى النقد الذي قد يلقاه والمملكة بعد التنازل عن مبادئ مبادرة السلام العربية صفعة لإسرائيل في جنوب غربي سوريا بعدما تخلت واشنطن وغرفة الملوك التي كانت تديرها في الأردن عن فصائل المعارضة السورية المسلحة وبعدما وجه مسؤول أمريكي كبير رسالة إلى هذه الفصائل مفادها لن نتدخل عسكريا لدعمكم في مواجهة أي هجوم سوري وشيك تلقت إسرائيل صفعة قوية بعدما استثمرت طوال سبع سنوات في هذه الفصائل على أمل إقامة حزام فاصل على الحدود مع الجولان المحتل ووفرت المساعدات والاستشفاء والملاذ الآمن لهؤلاء المسلحين وتفيد التقديرات بأن نحو ثلاثة ألاف عنصر من المعارضة المسلحة تلقوا علاجا في المستشفيات الإسرائيلية في السنوات الخمس الماضية وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش السوري ماض نحو الانتصار حتى النهاية في جنوبي البلاد في غضون ذلك نقلت وكالة سبوتنيك عن مركز المصالحة الروسي أن الجيش السوري وبمساندة تشكيلات من الجيش الحر والطيران الروسي صد هجوما للنصر جنوبي سوريا وأكدت أن المهاجمين تكبدوا خسائر في الأرواح تقدر بنحو سبعين قتيلا كما خسروا ثلاثة مدرعات وأربع عشرة شاحن صغيرة مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة ويأتي ذلك بعدما لجأت فصائل من الجيش الحر عبر مركز المصالح الروسي إلى طلب الدعم من قيادة الجيش السوري لصد هجمات مسلحين نصرى وكانت فصائل من المسلحين تنضوي في إطار ما يسمى ألوية العمري قد طالبت بالقتال إلى جانب الجيش السوري ضد النصرى في حين رفضت قيادة الفصائل المسلحة الأخرى حلا روسيا يقضي بنقل نحو 12 ألف مقاتل إلى إدلب وهكذا فإن الاستراتيجية السورية الروسية المتبعة في جنوب غربي سوريا تحتم سيطرة الجيش السوري على الطريق الدولي الذي يربط العاصمة دمشق بالحدود الأردنية ومعبر نصيب الدولي في أسرع وقت ممكن ومن غير المستبعد حصول انتصار سريع في هذا الميدان بعد تخلي واشنطن عن المعارضة ورغبة الحكومة الأردنية في عودة المعابر إلى السيادة السورية الكاملة وننتقل إلى فن الخبر مع الزميلة دارين شهيد مرحبا لليوم بنشرة فن الخبر رح نكون بمقابلة مع الفنان محمد اسكندر أجريها معه الزميل عمر خداج طي خبرنا أكثر عن عمله الجديد ومع من هو بالمودياد من تابع سواء يالله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خبرتني حسيتك كثير محمس وهيك بيعني لك المونديال والفوتبول بشكل عام الطبيعة ده بيعني لي جدا المونديال والفوتبول أنا بحبك أنا وصغير كاندي فريق كمان وشغلي الطفولي بس لما رحت على البرازيل يعني عرفت شو يعني فوتبول وعرفت شو أنه وما شفتهم يعني بأي حارة بأي شارع مع أني برمت البرازيل كلها وأنا من الناس اللي راحوا 16 مرة على البرازيل يعني بعرفها ولي ولي وغير المعارك على الفوتبول شو فيها ما فيها البرازيل مثلا يعني لو نحنا هون منعمل معارك على الفوتبول أو على الاشياء التاني كان أحصلنا منعمل المعارك اللي هو جينا نقلك مبروك تركتي وعملتي حبلي ودكتي فليتي وجبتي لسكتي جانا حايموت صبرتي وضحيتي وشاركتي تغير هيقى بي أخنكتي براب وخطقتي وتكتكتي دخل المبسوط مبروك تركتي أول شي خبرني شو قصدك مبروك تركتي لما البنت بتقدم كلمة عندها من عاطفي ومن محبة ومن مساعدي وبتوقف حتى تجوزة وبتلقي العكس أو ما بتلقي البديل أو ما بتلقي الكلمة الحلو أو ما بتلقي شيء يقدر هذا الموضوع أكيد أنه يعني بدنيوصل لطريق مزدود بهالقصة وأكيد لمعالجي الكلام فارس اسكندر أكيد وكلمته ألحانه أركيب بس أنا بهالأغنية أنا مأيده نحن عنا يعني بيقول يا معاملة بإحسان يا ترك بمعروف أركيب بالموضوع فلذلك أنه لما المور بتوصل لهذا الحد مبروك ترك بعيدا عن الفن لمحمد اسكندر أرأ سياسية أنا بدي أقول لك يا سمحت السيد الله يطول بعمرك يا دولة الرئيس النواب بكل صراحة وبكل اسم الناس أنا بقول لك البلبقاع ما رحش بديه غير مناطق مش هنه النواب زيتون يعني مش رح أقول كل 90 أو 95% مش هنه زيتون النواب اللي كانوا قبل الانتخابات هنه بعدهم بعد انتخابات تغيروا كليا وما عادوا هنه زيتون اللي كانوا عم يحكموا على العالم هيدا كان كل شي بالنسبة لنشرة فن الخبر وهي إلى فقرة تراندز والزميلة صارت صالحة مرحبا بداية أخبارنا من شركة ملابس أمريكية حبت تنتقى التصرف ميلانيا ترامب وارتداءة جاكت الشهير خلال زيارتها للأطفال المهاجرين عن طريق تصنيع سطرة ممثلة ولكن مكتوب عليها جملة معاكسة تماما للجملة المحطوطة وبدل من I don't really care do you صارت الجملة I really do care don't you أو أنا كتير مهتم وقامت الشركة بالتبرع بجميع عائداتها جاكت لصالح منظمة بيتاكسس بتقدم خدمات قانونية للاجئين ليتم بيع الدفعتين من هالسطرات خلال ساعات قليلة ننتقل للجزائر يلي خبرناكم سابقا عن أرارها قطع الانترنت نهائيا خلال فترة الامتحانات الثانوية أرار سبب غضب لدى الشركات التجارية بالجزائر يلي اعتبرت أنه هالشي فيه ضرر مباشر على أعمالها كون كل شي صار مرتبط بالانترنت وأنه الغائش هذه الثانوية أسهل وأقل ضرر من أرار القطع ليقوم خبرها بمجال الاتصال بحساب كمية الخسائر يلي رح تتكبدها الشركات والدولة عن كل ساعة قطع للانترنت لتطلع النتيجة هي 30 مليون دولار بساعة وتمت مطالبة الدولة وشركات الاتصالات من قبل رئيس جمعية حماية المستهلك بتعويد الزبائن عن 11 ساعة تم حرمانهم فيها من الانترنت بسبب عجز الدولة عن محاربة الغش ومن قطع الانترنت بالجزائر مننتقل لرفع الحذر عنها بأحدى محافظات الصين يلي سمحت باستخدام شبكات التواصل تويتر فيسبوك وواتساب وغيرهم ولكن فقط للسياح الأجانب يلي عم يزورها المدينة وهالشي كخطة لتعزيز تويفض السياح ومنحن الراحة خلال تواجدهم إلا أنه الخبر سعيد للسياح وبرغم نشره على موقع الحكومة الرسمة تم حثفه تاني نهار من دون معرفة الأسباب لهالشي يذكر أن الحكومة الصينية قامت بحجب أكتر من 128 موقع على سنة 2017 ومع هالخبر أنا بدي وداكم لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر إنستغرام سنابتشات وعلى أكيد ما تنسوا تتاج أنت هاشتاك ترينز وأنا برجع بشوفكم بكرة بنشرة جديدة باي كان في النشرة لا تأليف والعقد راوح مكانك مع الوزير سجل لي اسمي بشي مهنية إذا ما مشل حال الحكومة نروح نشتر بالشيء موسم السياحة معلق على المشهور وريطة بتأولا كما قلنا بتشكيل الحكومة ما يعطي استقرار سياسي والأمر الآخر والأهم هو موضوع الهاجس الأمني العملة الإيرانية تهتز ولا تقع المطلوب من إيران تخفيف أو مراجعة دورها في المنطقة الموضوع المالي الاقتصادي يستخدم في إطار الضغط على السياسة الإيرانية فوز إيردوغان ما له وما عليه ممكن تركيا تكون دخلت بمرحلة يلي هي المرحلة الأردوغانية صراع العدل على منصب الشرف روح باب دهب ترمم خطة تماث الهدف منه أن نجمع شباب من المنطقتين بأنه يعملوا عمل اجتماعي مع بعض يخدم المنطقة وكان في فن الخبر محمد سكندر مبروك تركتي وكان في فرانس حرب السكرات في أمريكا ختم النشرة شكرا للمتابعة لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دات تيفي على الفيسبوك الجديد أونلاين وعلى تويتر الجديد نيوز وسمر ستوافقكم في نشرة الحديثة عشرة والنصف ولكن أيضا سنكون بعد قليل في تمام التاسع بنقل مباشر من بيت الوسط حيث من المتوقع وصول رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سيمير جعجع لزيارة الرئيس الحريري فكونوا معنا